بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أما بعد فقد ذكر الحافظ بن كثير في تفسيره تفسير سورة الغاشية فقال تفسير سورة الغاشية وهي مكية قد تقدم عن نعمال بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة وقال الإمام مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمال بن بشير بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ في يوم الجمعة مع سورة الجمعة فقال هل أتاك حديث الغاشية رواه أبو داود عن القعن به والنسائي عن قتيبة كلاهما عن مالك به ورواه مسلم وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد به طيب الحمد لله رب العالمين وصله وسلم على بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه سورة الغاشية وهي من السور المكية ولذلك قال المصنف رحمه الله وهي مكية ولم يذكر في ذلك خلاف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها مع سبح في الجمعة والعيدين وهذه السورة موضوعها التذكير بالآخرة وبيان أحوال الناس فيها وأنهم منقسمون إلى فريقين وذكر الله تعالى فيها ما أعد للفريقين ثم بعد فراغه من ذلك ذكر بالآيات الدالة على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من النذارة والتحذير والبشارة بلفت النظر إلى الآيات الخلقية التي يشهدها كل أحد وبعد ذلك ختمها بتذكير الناس بمعادهم إلى الله تعالى وأن عليه حسابهم ذكر المصنف كالعادة ما ورد في السورة من آثار فذكر حديث النعمان بن بشير متقدم في قراءتها يوم الجمعة والعيد مع سبح وذكر أيضا ما نقله مالك من طريق الضحاك من قيس سأل النعمان بن بشير بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة قال هل أتاك حديث الغاشية فسورة الغاشية ورد فيها وردت قراءتها على وجهين الوجه الأول وهو الأشهر والأكثر قراءتها مع سبح والوجه الثاني قراءتها مع الجمعة وقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه الرواية فمنهم من قال إنها وهم ولم يثبت أنه قراءها مع الجمعة إنما كان يقرأ مع الجمعة المنافقون والصواب أن هذا من الأوجه المتنوعة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة فثبت أنه قرأ سبح والغاشية والجمعة والمنافقون وجاء أيضا من حديث النعمان بن بشير أنه قرأ الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية في صلاة الجمعة وهذا ليس بغريب إذا ثبت فالسورة الثاني كلاهما يحقق غرضا من التذكير وقد قال بذلك الإمام مالك رحمه الله وعد ذلك من السنان خلافا لما عليه الجمهور نعم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية فجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع الغاشية من أسماه يوم القيامة قاله ابن عباس وقتادته ابن زيد لأنها تغشى الناس وتعمهم وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد التنافسي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية فقام يستمع ويقول نعم قد جاءني طيب ابتدى الله تعالى هذه السورة بالبسملة كسائر آيات الكتاب الحكيم وأما أول آية من السورة فهي قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية والاستفهام هنا تقريري كما قال بعض أهل العلم بمعنى قد جاءك حديث الغاشية قد أتاك حديث الغاشية ومنهم من قال إن الاستفهام هنا للفت الانتباه إلى خبرها ونبائها وشأنها الذي سيذكره ويفصله بعد هذا السؤال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أتاه نبع الغاشية قبل هذه السورة فافتتح السورة بالاستفهام لشحذ الذهن والتنشيط النفس للإقبال على هذا الخبر هل أتاك حديث الغاشية بعد ذلك قال وجوه يومئذ خاشع هذا استئناف هو جواب للسؤال هذا هو حديثها هذا هو خبرها هذا هو نباؤها هذا هو ما يكون فيها من أحداث وكل القولين له حظ من النظر والذي يقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له في هذه السورة شيء من حديث الغاشية وقد أخبر بشيء من ذلك قبل هذه السورة فهذا يحتمل أن يكون تقريرا ويحتمل أن يكون تنبيها ولفتا للنظر للخبر الذي سيذكره الله تعالى من شأن الغاشية والغاشية قال فيها المصنف رحم الله من أسماء يوم القيامة وهذا أحد القولين في تفسير الآية ونسبه إلى ابن عباس وقتاده وابن زيد والقول الثاني أن الغاشية هي النار فقولها الأتاك حديث الغاشية أي النار التي تغشى وجوها الكفار والأقرب من هذين القولين فيما يظهر والله أعلم هو المعنى الأول الذي ذكره مصنف رحمه الله أن الغاشية هنا المراد بها القيامة لأن الآية التي أو لأن الآيات التي جاءت بعد هذا تكلمت عن حال أهل النار وعن حال أهل الجنة فلم تخص أهل النار بالذكر وسميت الآخرة والقيامة بالغاشية لأنها تغشى الناس تغشى عقولهم وتغطي تغطيهم من كل ناحية فهي تغشاهم بالكروب وتغشاهم بالأهوال وتغشاهم بالشدائد وتغشاهم بالفزع إلا من رحم الله فلذلك سميت غاشية كما قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضاعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة أي غطيت عقولهم وهذا من الغشيان الذي يكون في ذلك اليوم وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد وقد رجح الطبري رحمه الله شمول الآية للأمرين فقال الغاشية هي القيامة والغاشية هي النار لأنه لم يأتي بيان للمراد بالغاشية فتصدق على كل المعاني التي تحتمل وهذا الوجه له حظ من النظر فلو قيل به فهو أوسع في الدلالة ثم بعد ذلك قال وجوه يومئذ خاشعة هذا بيان أحوال الناس في ذلك اليوم وهو انقسامهم إلى فريقين كما ذكر الله تعالى في غير ما آية فريق في الجنة وفريق في السعير يذكر الله تعالى تقسيم الناس في ذلك اليوم إلى أقسمين أهل إيمان ونجاة وأهل كفر وهلاك بدأ الله تعالى بأهل الهلاك لأنهم أعظم من تظهر فيهم لأنهم أعظم من يظهر فيه هذا الوصف الغاشية فغشية فغشية أهل الكفر في يوم المعاد عظيمة ممتدة غير منتهية أما أهل الإيمان فإن الله تعالى يهون عليهم الموقف وينجيهم بأعمالهم فما يغشاهم من هول ذلك اليوم لا يقارن بما عليه أهل الكفر هذا واحد الأمر الثاني أنه غير ممتد بل منتهي فإذا إنقضت أهوال ذلك اليوم وعبروا السراط نجوا بدخول الجنة نسأل الله أن نكون منهم فيكون ما يغشاهم ذلك اليوم أخف مما يغشى الكفار وأقل من حيث المدة حيث إنه منقطع يزول بخلاف الكفار فإنما يغشاهم شيء عظيم لا نجاة لهم منه بل ما يقبلون عليه بعد الحساب أعظم مما أدركوه في الموقف والقيامة نعم وقوله وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة قاله قتادة وقال ابن عباس تخشع ولا ينفع عملها وقوله عاملة ناصبة أي قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه وصليت يوم القيامة نارا حامية وقال الحافظ أبو بكر البرقاني قال حدثنا إبراهيم بن محمد المزكى قال حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال سمعت أبا عمران الجوني يقول مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب قال بدير راهب قال فنادى يا راهب يا راهب فأشرف قال فجعل عمر ينظر إليه ويبكي فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا قال ذكرته قول الله عز وجل في كتابه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فذاك الذي أبكاني وقال البخاري قال الحسن وقتاده تصلى نارا حامية أي حارة شديدة الحر تسقى من عين آنية أي قد انتهى حرها وغليانها قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي وقوله ليس لهم طعام إلا من ضريع قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس شجر من النار وقال سعيد بن جبير هو الزقوم وعنه أنها الحجارة وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو الجوزاء وقتاده هو الشبرق قال قتاده قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف في الضريع قال عكرمة وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض وقال البخاري قال مجاهد الضريع نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم وقال معمر عن قتاده إلا من ضريع هو الشبرق إذا يبس سمي الضريع وقال سعيد عن قتاده ليس لهم طعام إلا من ضريع من شر الطعام وأبشعه وأخبثه وقوله لا يسمن ولا يغني من جوع يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور هذا هو القسم الأول من أقسام الناس في ذلك اليوم فالوجوه تنقسم إلى قسمين وجوه مسفرة ووجوه عليها قترة وجوه أهل الإيمان نسأل الله أن نكون منهم ووجوه أهل الكفر وذكرت أنه بدأ بذكر وجوه أهل الكفر قبل أهل الإيمان لماذا؟ لأن الغاشية في حقهم أعظم من 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 غيره من أهل الإيمان يقول الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة هذا هو القسم الأول وجوه يومئذ المشار إليه هنا هو يوم الغاشية وجوه يوم الغاشية خاشعة وخشوعها ذلها والذل هنا ذل امتهان لا ذل عبادة وطاعة ويطلق هذا الوصف على كل ما ذل بغض النظر عن سببه فالله تعالى يقول في أهل الإيمان قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ويقول الله تعالى وترى أرض خاشعة وترى الأرض خاشعة أي ذليلة من قلة الماء وشدة الجد ويقول هنا جل وعلا وجوه يومئذ خاشع أي ذليلة ذلها بأعمالها وهي الوجوه المسودة التي اسودت وانطفأ نورها وانطمست بصائرها بسبب سوء عملها وجوه يومئذ خاشع فالذل هنا ليس ذل لا عبادة ولا ذل لا إيمان يرتفع بها أصحابه بل هو ذل عقوبة ومعاينة الجزاء يقول الله تعالى عاملة ناصبة أي ذات عمل فقول عاملة وصف وناصبة وصف آخر لتلك الوجوه فهي خاشعة ذليلة ومع ذلها عاملة ناصبة عاملة في ذلك اليوم ناصبة في ذلك اليوم لأن هذا الوصف لحالها في ذلك اليوم بقوله تعالى وجوه يومئذ فمن قال إنها عاملة في الدنيا وناصبة في الآخرة يحتاج إلى إقامة الدليل على هذا التقسيم هي عاملة ناصبة إذا إخبار بأنها لا راحة لها ولا طمأنينة ولا سكن بل هي في عناء ومشقة فهي ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال وما أعده الله تعالى من العقوبة للكفار ثم قال وأما ما ذكر من تفسير ما ذكر في التفسير من خبر عمر رضي الله عنه يراهب فأشرف فجعل عمر ينظر إليه ويبكي فقيل الأمير المؤمن ما يبكيك من هذا قال ذكرت قوله تعالى في كتاب عاملة ناصبة تصلى نارا حامية هذا مستند من فهم منه أنها عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة لأن هذا قد تفرغ للعبادة و انعزل في هذا الدير لكنه لا يجني من ذلك شيئا والذي يظهر والله تعالى أعلم أن العمل والنصب المذكور في الآية هو ما يكون في الآخرة وهذا لا يعني أن من يعمل وينصف في الدنيا على غير سوية وعلى غير الصلاة المستقيم لا يدخل في الآيات لكن العمل والنصب في الدنيا هو وصف معتاد يشترك فيه المؤمن والكافر فالدنيا مجبولة على الأقدار والأقدار وإنما يتمايز الناس فالآخرة عندما يفضون إلى أعمالهم ويلقون ما قدموا فمنهم شقيون وسعيد فأما الذين سعدوا ففي الجنة وأما الذين شقوا ففي النار والعذاب الأليم فقول عاملة ناصبة هذا وصف لحالها يوم القيامة فيما يظهر والله أعلم قال جل وعلا تصلى نارا حامي وفي قراءة تصلى وكلهم قراءة صحيحة تصلى نارا حامي أي تلك الوجوه تشوى وتكوى وتقرب من نار على هذا الوصف نار وليست نارا عادية يستأنس بها أصحابها ويجدون منها منافع كنار الشتاء إنما إنما هي نار حامية يحرقون بها ويتأذون من قربها ولو قال تصلى نارا لكان كافيا لكن لما قال حاميا بين عظيم الألم الذي يصيب هؤلاء فالنار كلما ازداد حرها وعظم حميها كان العذاب بها أعظم تصلى نارا حامية هذا عذاب الظاهر تسقى من عين آنية هذا عذاب الباطل فالعذاب ليس مقصورا على ظواهرهم إنما عذاب للظاهر والباطل نعوذ بالله وهذا ذكره الله تعالى في أكثر من آية ذكر الله تعالى عذاب الجلود والظواهر وذكر عذاب البواطن بالماء الحميم الذي يقطع الأمعاء نعوذ بالله من الخذلان وقد ذكره الله هنا في قوله تصل نارا حامية تسقى من عين آنية فجمع عذاب الظاهر وعذاب الباطن وقول تسقى أي تلك الوجوه المذكورة من عين وهو مصدر الماء آنية أي قد بلغت في الحر منتهى فالآن هو شديد الحرارة الذي يقطع الأمعاء ويؤذي صاحبه صاحبه فلا يهنأ ولا يطفي أضمأ به بل يزداد عذابا وأذى به يقول الله جل وعلا ليس لهم طعام إلا من ضريع هؤلاء أي أصحب هذه الوجوه ليس لهم طعام أي لا يأكلون شيئا من الطعام إلا ما ذكر إلا من ضريعه والضريع نوع من النبات أو نوع من الطعام ذكر فيه جملة من وقال قيل إنه الزقوم وقيل إنه الحجارة وهذان قولان رئيسان ومن قال بأنه الزقوم قال إنه نبات وسماه بعضهم بالشبرق أو الشبرق والله أعلم بهذه التسمية فإن أسماء ما في الآخرة لا يوافق ما في الدنيا في الحق إنما يوافقها في الأسماء كما قال ابن عباس ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء يعني من النعيم وما عده الله تعالى لعباده في نعيمهم وكذلك في العقوبات فالضريع نبات أو طعام يعذب به الكفار وهذا مزيد بيان لعظيم ما يصيبهم من الأذى في بواطنهم إضافة لعذاب الظاهر وهو عذاب وهو طعام هذا الطعام لا يحصل مقصودا ولا يدرك به مرادا لا يسمن ولا يغني من جوع فلا يتقوى به البدن وينتفع بالسمن ولا يستد به من الجوع بل هو عب وحمل فما كان كذلك كان عبئا وحملا على آكله وطعبه هذا هو القسم الأول من أحوال الناس في ذلك اليوم نعوذ بالله من حال أهل النار أما القسم الثاني يقول الله تعالى فيه وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناعمة أي يعرف النعيم فيها وإنما حصل لها ذلك بسعيها وقال سفيان لسعيها راضية قد رضيت عملها وقوله في جنة عالية أي رفيعة بهية في الغرفات آمنون لا تسمع فيها لاغية أي لا يسمع في الجنة التي هم فيها كلمة له كما قال لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وقال لا لغوا فيها ولا تأثيم وقال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما فيها عين جارية أي سارحة وهذه نكرة في سياق الإثبات وليس المراد بها عينا واحدة وإنما هذا جنس يعني فيها عيون جاريات وقال ابن أبي حاتم قرأ على الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا بن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك فيها سرر مرفوعة أي عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك عليها الحور العين قالوا فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر على تلك السرر العالية تواضعت له وأكواب موضوعة أي يعني أواني الشراب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها ونمارق مصفوفة قال ابن عباس أن نمارق الوسائد وكذا قال عكرمة وقاتلة والضحاك والسدي والثوري وغيرهم وقوله وزرابي مبثوثة قال ابن عباس الزرابي البسط وكذا قال الضحاك وغير واحد ومعنى مبثوثة أيها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها ونذكرها هنا الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا أبي عن محمد بن مهاج عن الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى قال حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل من مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور تتلألى وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها قال قولوا إن شاء الله قال القوم إن شاء الله ورواه بن ماجة عن العباس بن عثمان الدمشقي عن وليد بن مسلم عن محمد بن هاجر به الله عز وجل ذكر في هذا القسم الثاني جملة من النعيم يتبين البون الشاسع بين الفريقين يقول الله تعالى وجوه كما ذكر في أول القسم الأول الوجوه ذكر هنا الوجوه والسبب في تخصيص الوجوه لأنها الموضع الذي يظهر فيه العذاب والألم ويظهر فيه البهجة والسرور هذا هو السبب في ذكر وجوه ولأن الوجه أشرف وما في الإنسان يقول الله تعالى وجوه يومئذ أي يوم الغاشية الذي سأل عن حديثه في أول السورة يقول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناعمة ناعمة أي متنعمة فيفاعل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل متنعم منعمة أو متنعمة وإذلك قال يعرف النعيم فيها وإنما حصل لها ذلك بسعيها والمقصود بقوله بسعيها أي بعملها كما قال الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكن هذا على وجه التفضل والمن وإلا فما نالوه من الأجر والثواب هو بفضل الله ورحمته نسأل الله من فضله ورحمته وجوه يومئذ ناعمة قال لسعيها راضية هذا أول ما ذكر في حالهم وهو الرضاء وذا كأن أعلى ما يوصف به الإنسان من النعيم أن يكون راضيا فالرضاء دلالة على كمال العطاء وعظيم الإحسان فهم راضون لثمرة السعي ولذلك قول لسعيها أي لجزاء سعيها لثواب سعيها هكذا قال جمع المفسرين وفي كل الأحوال سواء كان لسعيها إلى عملها أو لثواب عملها الأمر في هذا قريب وقيل اللام هنا بمعنى الباء فتقول السببية بسعيها راضية أي بسبب ما أسعت وبسبب ما جرى من عمل في الدنيا بطاعة الله عز وجل نالت الرضاء وهذا وجه آخر في معنى الآية يصلح تفسير الآية عليه ففي قوله لسعيها راضية وجها الوجه الأول أنها راضية لأجل عملها راضية أو لعملها راضية بعملها أو راضية بثواب عملها والثاني أن اللام هنا بمعنى الباء السببية ويكون معنى بسبب عملها فهي راضية هذا بيان أنهم في النعيم قد بلغوا الذروة والمنتهى لأن الرضاء دليل القبول ودليل الانشراح ثم بعد ذلك فصل من النعيم ما ذكر فقال في جنة والجنة هي البستان العظيم والمقصود بالجنة هنا دار النعيم الكامل التي أعدها الله لعباده فيها ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقوله عالية هذا وصف كاشف وليس مقيدا لأن الجنة عالية بكل مراتبها ومنازلها فهو لم يذكر جزاء صنف من أهل الجنة أهل الفردوس إنما ذكر الجنة على وجه العموم فيكون الوصف كاشفا وعلو الجنة هنا علو حسي ومعنوي حسي في المكان فسقف الجنة عرش الرحمن أعلى ما يكون هذا حسي ومعنوي هي دار النعيم الكامل الذي ليس فوقها نعيم عددت العباد الصالح هذا المعنوي علو معنوي عددت العباد الصالح ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم ذكر من حال أهلها قال لا تسمع فيها لاغية لا تسمع أي لا يصل إلى سمعك شيء من اللغو وقوله لاغية أي قول لاغ أي قول باطل قول فاسد قول مكروه فاللغو يطلق على الباطل ويطلق على ما لا فائدة فيه وجاء بذلك على وجه الفاعل لاغية أي ليس فيها من يتكلم باللغو فلاغن مثل لابن وتامر هو فعل ذلك الشيء فعل اللغو فعلت لابن الذي يبيعه أو التامر الذي يشتغل بالتمر وما أشبه ذلك لا تسمع فيها لاغية فنفى الله تعالى عن هذا المكان الجنة العالية أي سماعاً للغو يضر بالناء يتضرر به أهله أو يمضي ماله أو يمضي وقتاً لا فائدة فيه فيها عين جارية فيها عين جارية أي في الجنة العالية عين وهي مصدر الماء ومنبعه جارية أي لا تتوقف وهذا لكمال نعيمهم فإن الله يجري الماء بين أيديهم فيها سرر مرفوعة سرر يجمع سرير وهو ما يستوي عليه الإنسان سواء كان جلوساً كسرير الملك مثلاً أو كان امتداداً وراحة وقد ذكر الله تعالى السر في موابع عديدة في كتابه سرر أهل الجنة على سرر المتقابلين على سرر موضولة وقال على فرش مرفوعة فرش مرفوعة فذكر الله تعالى وذكر على سرر مصفوفة متكئين على سرر مصفوفة فذكر الله تعالى السر في موابع عديدة من كتابه كلها جاءت على وجه تمجد فيه ويرفع شأنها فهنا قال على سرر مرفوعة بيان أنها سرر عالية وذكر السرر لأنها مكان القعود وذكر أنها مرفوعة لأن السرر إذا كان منخفضاً لم يدرك ما حوله ولم يبصر ما بجواره بخلاف إذا كان السرر مرفوعاً كان الإبصار مده أوسع فيكون تكون سررهم سبباً للتناعم حيث يرون ما منى الله تعالى به عليهم في تلك الجنات على سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة يقول وأكواب موضوعة أي فيها أكواب الكواب جمع كوب وهما يشرب به وكونها موضوع أي قريبة فلا كلفة في حصولها بل هي معدة كما قال الشيخ أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها وهذا معنى الوضع فالوضع هنا ليس أنها قد صفت بل موضوعة للدلالة على قربها كالقولك وضعت الطعام وضعت الشيء أي قربته فأصبح في متناول الأيدي فلا كلفة في تحصيل تلك الأكواب وما عد الله فيها من لذائذ المشارب ونمارق مصفوفة النمارق هي الوسائد كما قال ابن عباس رضي الله عنه وقوله مصفوفة أي قد هيئت على وجه يبهر الناظرين ويشق النفوس ثم قال وزرابي مبثوثة الزرابي البسط وكونه مبثوثة دال على تنسيقها وكثرتها وعظيم نعيم أصحابها هذا ما ذكره الله تعالى لأصحاب هذه الوجوه نسأل الله أن نكون منهم الوجوه الناعمة وقد ذكر المصنف ما رواه أصحاب السنن من حديث الضحاك المعافري عن سليمان بن محمد عن كريب أنه سمع سامة بن زيد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل من مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها نور يتلألأ هذا في المنظر وريحانة تهتز هذا في الرائحة وقصر مشيد في العظمة ونهر مضطرد في وفرة المادة وثمرة النضيجة في المأكل وزوجة حسناء جميلة في الصاحب والرفيق وحلل كثيرة في الأثاث والفرش ومقام في أبد في دار سليمة أن ذلك النعيم ليس منقطع بل هو ممتد لا نهاية له فلو كان كل ذلك حاصلاً لكنها تنتهي لكان في ذلك لكان في ذلك حسرة على أهلها لكن من نعيم الله وإن عامح على أهل الجنة أنها مقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة حبرة أي سرور وابتهاج ونعمة أي عطاء متتابع في محلة عالية بهية نسأل الله أن نكون من أهلها يا الله يا ربي من فضلك الجنة قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها قال فقولوا إن شاء الله أي بقوله بحوله وتمكينه وإعانته قال القوم إن شاء الله روه بن ماجه عن العباس بن عثمان الدمشقي عن الوليد المسلم عن محمد بن مهاجر وفي إسناده مقال لكن في مثل الترغيب والترهيب يتسامح العلماء وقد ذكر في جملة ذكر السند في سياقه مشيرا إلى ضعفه فيه الوليد المسلم وفيه الضحاك المعافري تكلم فيه والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر